أهلاً وسهلاً بكم في الحلقة الأولى من هذه السلسلة الحوارات التي سنقوم بها مع زعماء سياسيين في المغرب لما بعد انتخابات منية شوتنبير اليوم نستقبل الضيف الأول معنا زعيم حزبي الذي كان أطار ضجة مؤخراً حول أحداث الصريحات التي لا تفهمها مزيان نحن هنا لديه اليوم كي ننظر معها على الانتخابات وكي ننظر معها على أمور أخرى سيمس طفا مرحبا بك معنا شكراً سيمس طفا أولاً ننظروا على الانتخابات ديال 8 شوتنبير كيف تقيموا حصولكم على ثلاثة ديال المقاعد في الانتخابات الأخيرة؟ وفي الواقع اللغة ديال المقاعد والأرقام في الثقافة السياسية ديال الجبهة الكوى الديمقراطية ما كافيش باش تعبر على التوجهات ديالنا لأنه نحن كنا نعتبر بأن المناسبة للانتخابات هي مناسبة لبناء الحزب أولاً وبناء الحزب كيكون بتوجه للجماهير من خلال شرح البرنامج ديال الحزب وهذه المناسبة حقيقة أنتبعته بأن جبهة القوى الديمقراطية قامت بحملة نظيفة احترافية في التوجه للمواطنين والنقاش معهم حول قضايا مصرية طبعاً ثلاثة ديال المقاعد نتيجة بالنسبة لنا مهمة لأنه هي البداية باش الحزب يعود للواجهة كما كان التمثيلية سياسية لك تعطي الجبهة القوى الديمقراطية وتعبر على الحجم ديال الجبهة القوى الديمقراطية كحساسية مجتمعية ما زال نوصلنا هاش ولكن هذه البداية ان شاء الله باش هدين نوصلها في الاستحقاقات المقبلة واخا ترشحتها سي مصطفى في دائرة بركان ويه ترشحت ولكن ما توفقتيش أنك ترشيح الترشيح ديالي دخل في هذا الإطار لأنه أولاً لإعلان ديال الترشيح ديالي كان بالنسبة لي وبنسبة للحزب وهذا كان قرار ديال الحزب لأنه باش مشي الأمي العام في التقافة ديال الأحزاب السياسية الأمي العام كيمشي ترشح الواحد دائرة المحسومة ولكن في جبهة القوى الديمقراطية مشيت الواحد دائرة اللي من خلالها ممكن نلعب الدور ديالي النضالي في التعريف بالحزب ونوصلوا الصوت ديال الحزب للمواطنين وتوفقنا على هذا الجانب ما توفقناش في الضفر بالمقعد ولكن توفقنا أننا نوصلوا زيتونا لكل ديور اللي كان في العملاء والإقليم ديال البركات ولكن كنت طالبتي بمناظرة ديال المرشحين معاك في الدائرة لماذا؟ طالبت مناظرة باش الحملة الانتخابية والتنافس السياسي يكون على أساس البرامج المناظرة هي أساس يعني بغيت تدير بحل الطريقة الأمريكية؟ ما زال ما وصلناش للطريقة الأمريكية ما بغيت توصل بأن المواطنين يصوطوا على الناس بناء على برامج سياسية ما تكونش وعد انتخابية هذا بغيت يدير الطريق هذا وما دخلشتها في الاختصاص ديال البرلمان ولكن بغينات تكون مناسبة لتتقيف سياسي والتواصل مع الجماهير من خلال البرامج باش المواطن يصوطوا هو واعي أن تصويت دياله سياسي ما نطالب شنب مناظرة سياسية هذا هو المشكلة لأنه المغاربة ما كيصوطوش ماشي كلهم ولكن نسبة قليلة اللي كتصوط على البرنامج السياسي لذلك قلنا هدي مناسبة باش الناس يتناقشوا سياسيا لأن المناسبة ديال الانتخابات ماشي هي مناسبة ديال الحمالات من هاد النوع اللي كنشوفه قلنا لما لا؟ وهاد القضية بعدها ديال المناظرة السياسية نتمنى وأن هذا مطلب ديال جبهة القوى الديمقراطية وخصوه يكون مطلب مليح بالنسبة للإعلام العمومي بين المناسبات اللي جاية دول مجاوزينهم في المسار الديمقراطي وكيدرون مناظرة سياسية بمناسبة انتخابات نحن باقي ما وصلناش لهذا المستوى ديال التناظر السياسي والمغرب الحمد لله عندهم الإمكانيات باش لأن ذيك الطريقة التقليدية اللي كيدوزوا بها الأحزاب السياسية بالمناسبة ديال الحملة الانتخابات كتزيد تنفر المواطنين من السياسة بالعكس كتزيد تنفر ديال المواطنين من السياسة لاحظنا انه كين بزاف ديال الأمناء العامين للأحزاب شاركوا وخسروا منهم نبيل بن عبدالله منهم العتماني وخصوصا كتزيد الخسارة بعد واحد الموجة ديال تسمية الأحزاب بالدكاكين سياسية واش كتعتبر هذا عقاب شعبي للأمناء العامين او انه كين شيء أسباب أخرى ان الأمناء العامين يدخلوا يترشحوا ويخسروا انا نقدر ان تكلم عن حالة ديال البركان مش عقاب سياسي لجبهة للقوى الدمقراطية يعني في الحالة الأخرى ممكن أعقاب سياسي اممكن انا ما تبعت شيء بصراحة انه ان ينفوى دخول المعترك ديال الحملة الانتخابية بحل المهم ديالي على المستوى الوطني الحمد للله الحزب ديال الجبهة القوى الدمقراطية هو حزب ديال المؤسسات وكانوا نواب الأمن العام وكانوا دير الحملة على المستوى الوطني قامين بالدور ديالهم وبالتالي أنا تفرغت للعمال في الحملة الانتخابية بالدائرة دية البركانة في الانتخابات الأخيرة تم إفراز قوة جديدة قد نقوله أنه قوة جديدة يعني كانت الإسلاميين أو الإسلامويين رجعت الليبراليين كيف تشوف؟ لماذا الناس بدلوا الإسلامويين بالليبراليين؟ ما هو السبب؟ هنا يمكنك تحاول تتوجه بشكل خطأ اللي في نظرك بأنه ترضج ما هو خطأ؟ لا مش خطأ لأنه أعتقد بأن المغربة وحتى من خارج المغرب كينتقدوا التأويل ديالي التصريح ديالي مش التصريح ديالي لأن التصريح ديالي وباقي محفوظ هو قد نرزعوله ما زال ركين معنا في قراءة خاصة قد نضرعلي كيف تشوف اختيار المواطنين الليبراليين بدل الإسلاميين؟ أنا أعتقد وهذا يندرج في إيطال المصار الديمقراطي ديالي المغربة أنا أعتقد بأنه طموح ديالنا كأحزاب يسار وكأحزاب اليسار بالمفهوم اللي كيدافع على الفئات لمهضومة الحقوق من ناحية السياسية الاقتصادية الاجتماعية التقافية البيئية طموح ديالنا أنه يكون عندنا واحد المشروع مجتمعي اللي كانت طبقه الدولة من أجل الحماية الاجتماعية من أجل العدالة الاجتماعية والمجالية القيام ديال المساواة إلى غير ذلك وهذا توجه دخلت فيه الدولة خصوصاً ورش الملاكي اللي كيتكلم على الحماية الاجتماعية واللي حقيقة من الملامح الكبرى ديال النموذج التنموي اللي بغي تمشيله البلاد المؤسسة الملاكية كما كانت دائماً يعني في الطالعات ديال التفكير الاستراتيجي للمجتمع وغادي في هذا الاتجاه وبالتالي يعني خطوة ديال اللي بيرالية بالنسبة لنا مكسب خصناً عمقوها في اتجاه أننا ندفعه لنجعله من الإنسان هو في صلب العملية السياسية وتنموية من نوكة نطالق تنمية والمقال ديالها والنتائج ديالها تكون لفائدة الإنسان المغربي واش المعنى ديال الكلام ديالك أنه هذا الشيء ما كيديروش للبي جي دي أنا الحكم ديالي على العدالة والتنمية ولم بغيت ننشير بأنه هذا حزب مغربي اللي كان حترمه في جبهة الكوات الديمقراطية كما كان حترمه جميع الأحزاب السياسية الأخرى لأنه كان اعتبره بأن الإطارات واختلاف ديال الإطارات هو مصدر ديال الشيقاق بقدر ما هو مصدر ديال التكامل وديال الوفاق من أجل خدمة الوطن لذلك الحكم ديالنا على العدالة والتنمية كينطالق من تجريب تنم تقييم تجريبها منذ 2011 إلى 2021 في هذا المصار طبقه الوسطى كل هذا العصى واحد عدد ديال الفئات الهشة تزادت فقرا البطالة تزادت وما نجيوش نعلقه هذا الشيء على كورونا لأن فعلا كورونا سهمت في التعميق ديال هاد المظاهر الاجتماعية ديال البؤس ولكن قبل من ذلك كانت هناك سياسات اجتماعية ممنهجة كتضرب في الطبقة المتوسطة كتضرب في الفئات الفقيرة ومع الأسف يعني الشعارات الكبرى اللي على أساسها يمكن ربحوا اتقاديا الناخب ما تبقت شاي وما ترجمتش إلى سياسات عمومية اللي تخلينا نتيقوا في المشروع ديالهم المجتمعي اللي بغينوا للمغربة بالمعنى أنه الحكومة قادرة أنها تشكل سياسة يعني نقدرون نشوفوا حكومة جديدة ديال الليبيراليين قادشكل سياسة ليصالح الشاب ماشي من قدرون نشوفوا التوجهات ديال الناخب المغريبي خصها ترجم في العمل اليومي ديال الحكومة اللي جاية إلى الحكومة اللي جاية ما قدرتش أنها ترجم التوجهات السياسية والاختيارات الكبرى ديالها إلى سياسة يومية كي ينمسها المواطن رابط طبعي غادي تكون حكومة فشلة الآمل ديالنا أنه لأن المغربة ركبوا واحد عدد كبير من التجارب الفشلة ما تفشلش هذه الحكومة وفي ذلك يعني مكسب للمغرب قبل من المغربة يعني بشكلين جماعي وهذا هو الهدف يعني من العمل السياسي أنا أعتقد بأنه الحزب اللي كيتمنى أن الحكومة اللي ما هو مش فيها أو ما مساهمش فيها يتمنى لها الفشل هذا ماشي حزب وطني وسياسته ما ممكنش نستنى منها الخير سيمسطفى شاركتو في الانتخابات الأخيرة وغطيتو عدد مهم من الدوائر تقييمكم واش كتشوفوها انتخابات نازيهة كيف تقل؟ أو نازهة غير واحد القوقعة يعني واحد اسميتو ديال إعلام مصر لا ما مسألة ديال النازهة والمصداقية واحد عدد ديال القيام اللي كتشوفها انتخابات هي مصر ما ممكنش يعني انتخابات ديال الميريكان الاخيرة كان فيها نقاش واش كانت نازيها ولا ما كانش نازيها ولكن في تقديرنا أولاً هذه الانتخابات ربحان ريهان الأول اللي متعلق بالنسبة للمشاركة وهو مسألة مهمة ربحات قبل منها واحد ريهان ما كنتابهلهش لمغاربة كان من الصعب على دولة بحال المغرب أنها تمسك بالتاريخ الدستوري والقانوني إجراء هذه الانتخابات وليس كان قرار سهل لأنه كورونا كانت في العز ديالها وحتى واحد ما قادر يتنبأ فين غادي يمشي هادواش كينا يعني موجات ثالثة واش رابعة واش غادي يجي شي عجب آخر وبالتالي كان القرار ديال يعني ديال صاحب الجلالة بالأساس اللي اعطت تعليمات دياله للحكومة باش تشبت بالموعد القانوني ديال الانتخابات قرار جد شجاع وهو كي يكرسل خيار ديمقراطي اللي هو خيار دستوري وخيار لا رجعته فيه بالنسبة لأمه المغربية لذلك نعتقد بأنه لما نجمع هذا المكسب أولا ديال دورية ديال الانتخابات لأن الدورية والأجوندة ديال الانتخابات من العلامات الأساسية ديال نزاهة الانتخابات من اللي نزيدو لها المسألة ديال المشاركة اللي تزوج 50% ونزيدو لها طبعا يعني كينا هناك مؤاخدات طبعا واحد عدد ديال الدوائر بما فيها بركان في عالية عندي مؤاخدات ولكن مؤاخدات ما كتمس شيء بصولب العملية الانتخابية ومصداقيتها وبنزهتها وهذا مش تقييم ديالنا بوحدنا هذا تقييم ديال الاتحاد الأوروبي ديال الشركاء ديالنا في المريكان والدول الصديقة بالعكس هذه الانتخابات اللي عدو قبل من صديق شهد بأنه حققت واحد الخطوة جبارة على المسار الديمقراطي ديال المغرب شنو بالمؤاخدات اللي عندك على الانتخاب بركان؟ بعض الطرق اللي استعملوها مرشحي المشيه هديك كانت وعود انتخابية كانت ممارسات مشيه هديك ما شفناش حملاء حقيقة باستثناء جبهة القوى الديمقراطية الناس يحطوا لبرامج ديالهم تالي عندوش البرنامج أعطاه بشكل مكتوب المواطن ومشا يعني ما نزلوش المرشحين هم عند الناس يتنقشوا معهم كيكونوا هدوك الموزعين اللي ربما كيتخلصوا باش يديروا الحملة الانتخابية وهدي مؤاخدات بالعكس في جبهة القوى الديمقراطية نزلوا المناضلين نزلوا المرشحين كيتنقشوا مع الناس طبعا وهذا يعني ما نحن مشيهنا في المجال باش نقولوا شكون يصبن أحسن يعني واش احنا كنقولوا بأنه وكنت عندنا في المقابل بعض المؤاخدات يعني استعمال بعض الوسائل النهارة تصويت يعني هذا مسألة طبيعية يعني كتكون في جميع الانتخابات في جميع الدول ولكن الملاحظين وبشكل عام أنا أعتقد بأنه هذا الانتخابات يعني حقت وكرست الاستثناء والمتياز المغربي سيم سطافا شابط معروف فيه النقير والصداعات والكلاشات أحرام عليك أحرام لا هذا هو المعروف عليه في الساحة الإعلامية كي كلاشي كي نقر كي كي واش مخفتيش من دخلتي للحزب أنه ينقلب لك أولا لا شوف أولا مشينا اللي خديت القرار بوحدي أنا ما عنديش يعني السورة ديال هذا الحزب ندخل اللي بغيت ونخرج اللي بغيت هذا كان قرار واعي ديال المؤسسات ديال الحزب وحتى لشابات مجيش عندنا كشخص باش نقر الأهلية ديال ويدخل كتيار مجتمعي مؤسس عنده سميته عنده تقافته عنده مناظرين ديال وبتالي كان نقاس في المؤسسات ديال الحزب ومرحبا به وشبهات القوى الديمقراطية من هناك بعدها لأنه السؤال طرح لي في وحد عدد ديال المناسبات جاء وحد عدد ديال شخصيات كان الاتلاف الديمقراطي فيه سي أزريع وسي مريزق وحد عدد ديال الأطور كان قبل السيلباش الفيقيقي كان وحد عدد ديال الأطور هال التقافة ديال انه يجي ويدي لك بلاستك أنا مندي بلاستك أنا مناضل بلاستي في جبهة القوى الديمقراطية في مكانت يعني ما شب ضرورة في الأمن العام واش كان شي صفقة بش يدخل شابط ولا جغيهك بحالة عش أنا كنسورك لا المصطلح ديال صفقة كبير يعني واش غيجة السيد ودق عندكم ديريك جبهة القوى الديمقراطية ولا كيف قال السيد وإلى السيد يعني أولا السيحامي في ثقافته وفي ممارسته يعني أنا أعتقد بأن بلاسته الطبيعي هو عند اليسار لأنه كان قابي كأطار في ممارسته السياسية يعني رقوي لأ قلت غير في واحد العدد هذه الثقافة اليسار يعني يعني الناس اللي حقيقة عندهم فكر يقول لك مشيت هنا باش تدير صفقات إلى غير ذلك الحمد للله جاء لجبهة القوى الديمقراطية ما في صفقات جاء شيخ ينسوا واشنو صفقة اللي ستكون جبهة القوى الديمقراطية هاي كنسو المعالئيين صفقة اللي كينا هو ان تعاقدنا باش نخدمه لمشروع المجتمعي دي الجبهة القوى الديمقراطية وباش نحاول ننزله بدءا من هذه الانتخابات لان هذه الانتخابات ضلمت الانخيرات دي الاخ حاميد شابات في جبهة القوى الديمقراطية كما انه الخروج دي جبهة القوى الديمقراطية يعني بعض المناضي اللي النهار اللي خرجوا من الحزب السابق التقدي المشترك يضربوا المشروع المجتمعي الكبير دي جبهة القوى الديمقراطية كان اللي كان كيقول بانه المرحوم تامي خياري خرج باش يدير حزب لي واللي فئة من عام لا يصيد الله لا تفكير اعتقد دي سي حاميد شابات والأطور اللي معاه ولا تفكير دي الندوة الأطور ودي الأطور اللي استو جبهة القوى الديمقراطية يعني في السياق دي نهيار جدار بلين كان من الضروري انه يكون حزب اللي تخلى على الدغمة ويخلى على واحد العداد دي الأفكار الجاهزة ويمكن يجي الوقت في القريب باش نقول لك الافكار اللي تخلين عليها باش أستنج القوى الديمقراطية يعني أنا شابات ما غديش نسح من الحياة السياسية إلا مخداش عمودية فاس وغيس سمر في جبهة القوى الديمقراطية وغنشوف في 2016 أنا أعتقد بأنه كل المؤشرات كدل وفي طليعة هذه المؤشرات بأن السيد دير واحد المعركة من أجل العمودية في شكل حضاري كبير رقم شتو اللي فدي له كيدافع على كل وسائل طبعا المشروعة باش يابي فاس لأنه كنشوف بأن السيحاميد وليكيب ديالو مؤهلين أكثر من غيرهم باش يديروا جريبة جديدة في تسير على مستوى فاس خصوصا وأن يعني الشق اللول من رهان تكسب وشنو الشق اللول هو هذيك تجريبة اللي كانت فاس يتوضع لها حد طبعا ما كنقول لش بوحدنا ولكن ساهمنا بقوة وخصوصا الأخ حميد شباط باش يوضع نهاية لديك تجريبة اللي كانت تجريبة من تسير اللي كانت على مستوى فاس وبتالي نعتقد بأن هذ المؤشرات كلها كتذل على أن السيحاميد شباط مجايش باش يولي عمدة ومجايش باش يولي أمين عام بقدري ما هو جاي باش يساهم من جانبه هو وعندها نهاية وحدة هي خدمة الوطن وخدمة المواطن سؤال شوية دبع لجبهة القوات الديمقراطية كانت شوية ديمقراطية داخل حجم كم الزهف شوية إذن أش هو سبب خروج الحركة صحيحية وعدم وجود ديمقراطية أو عندها أسبب أخرى لا هنا حركة صحية بعد كانت هذي في 2019 وهذا أعتقد بأن أصلا في الأحزاب اليسار الناس اللي يهضر على حركة صحية رمع عارش فين كين لأن في الأحزاب اليسار والأحزاب التقدمية والحداتية يكونوا تيارات الفكر يكونوا أرضية ومن اللي يختلف مع الناس أخرين يدير أرضيته وياتبار على أساس الأرضية على أساس الأفكار هذه الحركة الشاحية كين في الأحزاب أخرى يمكن أحزاب إدارية يمكن أحزاب اللي عندهم أصلا حركة أما نحن عندنا تيارات وبالتالي أنا كان نعتبر بأن اللي يكون عنده أرضية الفكرية وكين يضل عليها ويكون الاختلاف واضح على مستوى الأفكار يمكن تفق معاك أما أنا أعتقد بأن عندهم شي فكرة تفراس معنى ما فكرة أنا أبدو لأن أصلا ما أمر كان واش مشاوا لأنه تعقد شي صفقة أو غي مشاوا أولا هذا مجموعة التي كنت أعرف هذا ترد ماش يمشاوا كان فرق ما بين رجعتهم المحكمة لا لم رجعتهم شي يا سيد شكل رجعتهم يعني المحكمة يعني تصور بأن المحكمة تهدر على شي قرار اللي صدرته أنا أنا ماشي أنا صدرت القرار القرار صدرته أجهزة دي الحزب وطبعا الأجهزة دي الحزب عندها المسؤولية باش تطرد اللي بغات وتجيب اللي بغات وعليش تطردوا تطردوا لأن داروا ممارسات يعني كتهدد الوحدة دي الحزب بغات أمام محاكم مصطفر قلت لي بأن منحقهم يديروا الفكر مواز لا ماشي وإن نحن 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 ولكن من تكون الجريمة الجريمة مدخل لن إطار الفكر من يكون واحد لكت يعني يجرم القانون رمض مبقاش الفكر وهذا هو اللي كين هذي هذي جريمة ممكن تطلعوا على الجرعة لكي تكون مواز حكا لكي تكون شهر بالنس هذي 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 ستكون لديك الجرعة في السؤال و تجاوب المشاهدين بصدق بانس شنو ضربين كوبين أخنوش فش تلاقيته ذكرنا على أهم الأوراش اللي ممكن تعبر على توجهات الناخب المغربي في محطة 8 تانبير اعتبرنا بأن الناخب المغربي عبر على نج ووحد الوعي كبير ونبهنا باش حقيقة المجهود ديال الحكومة ينصب في بلوارة رابط تقام بين الحكومة وما بين انتظارات ديال الشارع المغربي اللي عبر عليها الناخب المغربي ما اعترسوش على دخول الحكومة لا ما تكلمناش على دخول في جبهة القوى الدمقراطية ونكرر لكم اللي قلت قبيلا بأن جبهة القوى الدمقراطية كان اعتبرها هي تنظيم سياسي الاقرب في المغرب للحزب اللي كان في الدستور ان الدستور اعطى واحد المهام كبرى للحزب السياسي وعطالوا واحد عدد ديال المهام مرترطا بانتاج الافكار والنخاب ما اعطالوا شغي يجي اللوال في الانتخابات اعطالوا مهام اكبر وهذا المهام اللي ما كيقومش بها اللي خلت صاحب الجلال في واحد الوقت ينبه بانه الأحزاب الجادة وعلى هذا الاساس كيقسم صاحب الجلال الأحزاب الجادة والأحزاب اللي ماشي الجادة مكيقولش كبيرة الصغيرة لان هالثقافة الاحزاب كبيرة وصغيرة بين 6 مليا شو تنبير حقيقة بان جبهة القوى الديمقراطية كما كانت دائما هي قوة اقتراحية مشيغ الافكار ممكن تكون تديل الرجال والعيادات اللي قادرين تطبقوها هذالأفكار وما كان شغل حكومة كان واحد عدد ديال الأمور والمؤسسات للدستور وواحد عدد ديال القوانين كتأهل حزاب لما كان تبهولوش بان صيغة جديدة ديال الحزب السياسي في الإطار الدستوري هو أن الحزب ولا هو الفابريكا ديال الأطور بالنسبة للدولة كيعتبر رئيس الحكومة كيعتبر الوزراء كيعتبر البرلمانيين كيعتبر رؤساء المجلسين كيعتبر رؤساء المؤسسات المنتخبة كلها وحتى في إطار تعيين في المناصب العليا عند الحصة ديال الحزب السياسية إذا كانت حقيقة على الكفاءة وعلى النزهة وعلى المصداقية أما إذا كانت بك صاحبية ومحسوبية كما تدرت في الفترة التي فت فهذا ما غديش يخدم البلاد وما غديش يخلي الحزاب حقيقة يتكون عند هذه القوة الاقتراحية باش المناظلين ديالها الأكفاء يتحملوا مسؤولية في تدبير شؤون العامة ديال قلتي بي أنه حزبكم هو الأقرب للحزب اللي يهضر عليه الدستور شكوين والأفعد ما نقدرش لهذا أحكام قدرت تقييم ولكتوا رأسكم الأقرب بيانسوع لأن الحزب ديالنما يخدم أولا يخدم طيلات الخمس سنين يخدم على مستوى ينتاج الفكر عندنا مؤسسات تهامل خياري الدراسات والأبحاث عرفت لو كان الناس واللي انفروض فيهم أنهم يتبعوا المسار العمل الحزب على المستوى ينتاج الأفكار خصوصا في هذه السنة الخراء اللي كان حقيقة السوسيولوجيا والمجتمع هي المحور الأبحاث اللي قامت بها المؤسسة في هذه السنة الأخيرة من الدرس افتتاحي اللي القاه السعف واللي يتكلم على الإسهامات الفكرية ديال المرحوم التهامي الخياري والسيل الخطيبي لو كان كانوا الأحزاب والمهتمين والفاعلين تبعين المصار لجبهة القوى الديمقراطية سيعرفوه حقيقتا ويعفوه نمح النقاشات بيزنطية ما تدي تلشي نتيجة الحزب لجبهة القوى الديمقراطية أولا يخدم على مستويات مختلفة إنتاج الأفكار إنتاج النخاب العمل المؤسسات عندنا جميع تنظيمات عودناها في هذه الفترة من المؤتمر الوطني الخامس من 2017 إلى الآن التنظيم المهندسين المحامين الشبيبة النساء المنظمة الطربوية الطلبة كل العمل الحزب يطلق خصف ما يلقيه من مجهود طلت خمس سنين لا يتلقى الانتخابات نرى ما سيصدنا هذا الإقليم وما سيتكلف بهذا الجهة وما سينجح هنا ويجيبنا منتخبين لا العمل مستمر والعمل مرتبط أولا بالمشروع المجتمعي اللي كان هدفوا له ومرتبط أساسا بخدمة الإنسان المغربي واجع له في صلب العمليات الموية بعد مساريتي جسدي لك مهاء خنوش وخلال كلمة أمام الصحفيين قلتي أن مشروع الدولة الإسلامية مشاء وغيجي مشروع الدولة الليبرالية وش المغرب غيب الدل دستور لأنه لأنه دولة 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 إسلامية أو أن المغربة ما فهموش الكلام ديالك أو أن كما كنتيش موفق في الإيصال ديال الرئيس لا يعني أولا من تهموش المغربة المغربة ما كينتقدوش التصريح ديالي التصريح ديالي اللي رجعت له في رباقي مسجل من السلام وعليكم حتال شكرا يعني نساقي وواضح المغربة كينتقدو ما قدم لهم من تأويل ديال الخصوم ديالنا اللي نقدع لهذا التصريح وحيدوه من السياق دياله بدو كينقصو فيه الكلمات نقص مشروع نقص الدولة وسين الإسلام حتى أنه كين ناس اللي كيقولك بأننا بن علي بغي يخرجنا من الإسلام والله لذلك أنا بغيت أن نقولك بأنه اختيار ديال هذا الوقت كان دقيق بالنسبة لحزبنا لأن المغربة ما نتابهوش لواحد القضية بأن انتخابات وانتخاب ديال تمانية شوتنبير عزت وكرست الاستثناء المغربي لأن المشروع لحرباته بعض الدول في مصر بطريقتها وتونس بطريقتها في المغرب التنهاب عبر صنا ذيق الاقتراع الناخب المغربي هو اللي بالنضج دياله والوعي دياله انهى هذا المسار وهذا ما يكرس الاستثناء المغربي وغاد يخلي دائما المغرب دولة ديمقراطية يعني دولة ضاربة في عمق التاريخ واش الدولة اللي عندها 12 قرن محتاجة شي واحد يدفع عليها ولا يهددها ولا يصريح واحد وإن كان إلا كان شي واحد يعني في الأحزاب السياسية اللي عنده هذا الوعي أولا بالقوة الدولة المغربية أوتقلها التاريخي ومركزية المؤسسة الملاكية في العمل دي المؤسسة اللي كتديروا البلاد واللي يرجع للوتائق ديالنا والمواقف ديالنا ما غاد يش يحتاج يطرح سؤال بهذا النوع واش التصريح ديالي كان كايستهدف غاد يمبدلوا الدستور أكتر من ذلك جبهة القوة وهذا السيد اللي معاك ساهمنا في صياغة الدستور وساهمنا في التعريف به وكنا فرحانين بأنه الدستور اللي حقق الاستيطناء كذلك في المغريف في السياق اللي كان صعب في هذه المرحلة لأنه كان الأوسع من ناحية ديالهوامش الديمقراطية اللي افتحها وكان هو الدستور اللي حظى أكبر طيقة ديال المواطني كان هو واحد إجماع وكان واحد تلاحم بين العرش والشعب في طرح هذا الدستور وتصويت عليه وإقراره وبالتالي كنا نعتقد بأن البلوارة دياله كبير من القوانين العدوية اللي خصها اجتهاد مع الأسف أنه يعني الولاية لا الحكومة ولا البرلمان اللي جانب بعد 2011 ما كانش مستوى اللحظة الديمقراطية وما عملش على تأويل دستور تأويلا ديمقراطيا خصوصا في الجانب اللي مرتابط بالخيار الديمقراطي اللي يصبح منذ 2011 خيارا مركزيا لا رجعتها فيه بالنسبة للأمة المغربية وهذا الخيار في التصريح ديالي ويشكوا في العقيدة بل أن فيهم منوصل أنه يشكك في العقيدة ديالي انطلاقا هذا الدستور هذوك الناس اللي يعني داروا دك شي رهبان والبارح ربان 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 مصورين مع طالبان في شي دول آخر بيصون مغربة مغربة وكي نعيشين برها وانتظر كنت تعرفون كل الأسماء اللي داعي يعني كتقصد أنه مغربة مغربة وانتظر أول واحد وجهة كسميته ودار واحد لعناء الكلمات كوبرا وانتظر وانتظر رجعي في إطار 47 من الدستور نحن نقش عن تشكيل الحكومة هذا تشكيل الحكومة يعني أول حاجة يعني ما دخلش غيف لموة جملة وفي البروتوكول ولكن تمنح الدستورية والقانونية كان الناس والزعمة الأحزاب اللي طلقهم معاسي عزيز أخنوش أول ما كيدروا كيهنوا على التقالة المولوية وكان عرفوا بأن المسألة التعيين سيأتي له التنصيب اللي مرتبط ببناء الدستور وطبعا من اللي تكلمت على الأمر كان من منطلاق واحد أكاديمي كان من منطلاق واحد أكاديمي كان من منطلاق أكاديمي من خلال الدولة طبعا يستعملوني أنا ضمن هذا المسار الذي ينفسه على رأسهم ويحاولوا يقولوا بأننا موجودين وغدا طبعا اليوم راكن شوية لأنه باقي ما بدأتش الحكومة أنا أمتيقن بأن هم غدا يحاولوا ما أمكن هذا الشيء الذي كان يتقال عليهم يقولوا في هذه الحكومة بدلتيش هادي علش تدير هادي وبالتالي يحاولوا عاودي يلبسوا ذلك التوب ديال الطهرانية اللي بيين الواقع وأنا من كانت تكلم عفاك زينا بغيت نوضح بأن تشيرها الكلمة موجودة العدلة وتنمية بوحدة هذا المشروع المجتمعي اللي كانوا بغيين يفرضوها فيه قوى دولية فيه سياق وطني وإقليمي يعني فيه واحد عدد ديال المعطيات وفيه واحد عدد الفائلين كاي اللي باين كاي اللي ما بين شيء كاي اللي يتكلموا من وراء سيطار كاي اللي مكشف عليه وشوفوا على الأقل نحترموه وكان واحد عدد ديال الجهات اللي خدمت عليه مع الأسف بالنسبة لهم مع حسن الحظ بالنسبة لنا هذا المشروع اللي كان بغي يديرنا بحال الدول اللي احنا كنشوفوها في طالبان حيد الوزارة المرأة ودير وزارة النهي عن المنكر يعني ياريت ياريت أمره بالمعروف وينهيه عن المنكر لأنه القيم السمحة للإسلام ما تسمحش أننا نشوف هذا الالتجاه فالدول عندهم ملاد سياسي مقدر يضمن مقاعد البرلماني مستحيل يرجعو زير كتضم أنه الوزراء في الحكومة اللي مستحيل مقاعد البرلمانية لو كان نزلوا التيران سيضمنوا مقاعد البرلمانية اعتقد بأنه التقافة السياسية ملطبطة بواحد العدد دي المعطيات ما كايناش ما ممكنش نجزئوها يعني ما ممكنش ناخدوا واحد الممارسة كاينة في الدول الأسكندرينبية ونجي ونطبقوها على سياق سياسي لا كاينة في ذلك الدول لأنه كتقولك ميمكنش واحد يرجعو زير وما عندوش ولا وثيقة من جزء من الشعب لا يسمعلي الثيقة اللي مطلوبة اللي كاينة عندنا في الدستور مطلوبة للحكومة ليش الوزراء هما في مؤسسة متضامنة يعني من بعد التعيين ديالهم من عند صاحب الجلالة في السياق المغربي على حسن ما ينص عليه المتن الدستوري خصاة المسألة ديالة تنصيب لأن الدستور وزع شكو اللي كيعبر على سيادة ديال الأمة يعني صاحب طبعا ومؤسسة الملكية اللي كتستمد يعني سيادة ديالها من الأمة وكتعبر عليها طبعا المؤسسة الشريعية ومؤسسة البرلمانية عندها واحد النصيب اللي كتتساهم به في يعني تنصيب ديال الحكومة بتصويت على برنامج ديالها وبالتالي أن لا أفتريد بأنه وإن كان زعمه يعني نظام الانتخابي المغربي ما أعتقد بأنه في سياق قراءته في الدستور يعني وإن كانت هذه الممارسة المستحبة ولكن لا أعتقد بأنها تعبر على واحد الضرورة بالنسبة للعمل الحكومي هذا ليس لأنه أنا سقطت بحدي في انتخاب الزرورة وعلى أيين أنا سأكون عندي طموح لما ننجح مرة القادمة إن شاء الله إن شاء الله وصلنا لنهاية لحلقة ديالنا ولكن سأعطيك ثلاثة لأسماء وتظرنا اليوم من كيران؟ صراحة لا أريد أن أتكلم عن سي من كيران أريد أن أتكلم على رأسه أخليه لماذا أريد أن أتكلم؟ لا أريد أن أتكلم عليه لأنه أنا كنت نقول له فوجة ومشيتها لدابا ما دابا وعلى أيين كنت نقول له كنت نقول له كنت نقول له لأنه واحد كان في نود العجرفة كنت نقول له له يعني لهذا الأدب اللي دائماً كان عبرو به على المواقف ديالنا بأنه سن لن يذكورك التاريخ لأن هذه الممارسات ديال العجرفة اللي كتدير يعني غادي تنتهي في واحد الوقت بشكل مؤسف وأخنش؟ سي أخنش بصراحة يعني أولاً من ناحية الاجتماعية أعتقد يعني كي يعبر على واحد الطربية معينة وهنا ممكن نكشف ليكم واحد القضية في المؤسسات يعني في النقاش معه يعني من اللي تكلمت له عن التوجهات الليبرالية وعندنا موقف من توجه ما تصحبنا من الناس رجعنا ليبراليين لا عندنا موقفنا من الليبرالية وعندنا يعني كين جوانب الإيجابية اللي كان أيدوها وغادي نعملوا على تأيدها وعندنا أمور اللي غادي نتقدوها ولكن بنقتل بنا صرح لي قال لي أنا الناس كي يخدوني على أساس أنني ليبرالي ولكن الحزب ديالي حزب ديال يعني سوسيال ديمقراط يعني عنده هذا المشروع ديال ديال ديمقراطية الاجتماعية والتالي يعني أعتقد بأنه واعي بالتحديات ديال المرحلة وأنا امتقن بأنه سيشتغل باش يعزز التقال الملكي اللي توضعت فيه في هذه المرحلة الدقيقة لأن البلاد يعني في السياقة التاريخي في هذه اللحظة وهي يعني كتعبر يوم بعد يوم على أن المغرب ما بقاش مغرب اليوم ليس مغرب الأمس مغرب اليوم هو قوة إقليمية عندها دخلة في حلف استراتيجي كتأثر في الإحداث وكتأثر إيجابياً لأنه واحد عدد ديال الدول غيرت لمنظور ديالها للمغرب لأن المغرب هو قوة تسعة إلى بط قيم السيل متعزيزه على عكس القوة المناوئة له اللي حقيقة يعني عزت هذا الوعي عند المجتمع الدولي اللي يعتبر المغرب بأنه واحد القوة بغية الاستقرار بغية الاستمرار في أوراج تنمية بما يعزز المكان ديال الإنسان بشكلين عام آخر اسم ريسوني هذا السيد هذا السيد أولا جلنا عليها في هذا التصريح دياله ونعرف أن السيد كان في قطر عايشت أمه يعني داخل الفتيار ديال الإخوة المسلمين لأنه هذا الناس طالبا اللي جاءوا هنا وهي البارح شكروه على الدعم اللي قدموه ولاحظت بأنه ما كيتكلم في القضايا ديال المغريب إلا منطلقات شخصية يعني هاد البلاد اللي تربى في المدرسة ديالها وترقى في المدرسة ديالها وهي اللي خلاته يكون يعني ياخد الدكتورة دياله وما يكون كان في هذا الوقت ما ياخدها شاي لأنه كان تعليم عمومي وجيد إلى غير ذلك وبتالي يعني ما كيدخل إلا في القضايا اللي كي يحاول من خلالها تعليم الرأي العام على الدولة وعلى المجتمع وهذا التصرف ما كيكونش عند الناس الأسوياء اللي حقيقة عندهم طربية وعندهم مقاصد ديال خدمة القيام السمحة ديال الإسلام لأنه لاحظنا في واحد عدد ديال القضايا اللي يدخل فيها في المغرب سواء فيما يرتبط بالقضية ديال العائلة دياله أو في مرتبة واحد عدد ديال القضايا مع العلم أنه بالقرب من الإقامة دياله كان واحد عدد ديال المشاكل الكبر من هذه ويدير ودهره لها ولكن من تكونش حاجات في المغرب اللي ممكن ينقض على الدولة وينقض على المجتمع فما كيتخلاش على هذه المناسبات لذلك ندعيله بالهداية سيد مصطفى كنت شكرك بزاف أنه على سعة صدر ديالك وكنت شكر المشاهدين وكنت شكر الطاقة اللي معاي سوفيان في تصوير هشام في الإعداد وزكريا في مساعدة ديال الإعداد شكرا لكم ونتلقوا في حلقة أخرى إن شاءنا شكرا شكرا